السلام عليكم و شونكم و شاء الله تكونون بخير اليوم هالمحاضرة السادسة الجزء الاولى اللي هو Gastric Tumors نبدأ اول شي نقسم هن تقسيم الهيكلة على مد نعرف شنه اللي راح نحتي بهاي المحاضرة ان شاء الله اول شي حنا عدنا نوعين اللي هن البوليبز وال Malignant Tumors البوليبز نقسمهن الثلاثة اشياء اللي هن الادينوماتوس اللي يشكلنا تقريبا 5 بالمية والفوندكي اللي يشكلنا تقريبا 10 بالمية والميجوريتي اوف بوليبز اللي هن هايبر بلاستيك اللي يشكلنا نسبة 80 الى 85 بالمية خلصنا من البوليبز الماليقنانس اللي هن اول شي الادينو كارسينومة او اسمه الكارسينومة هذا 90 الى 95 بالمية و عدنا نوع اللي هو استرومال تيومر نوع اسمه اللينفومة ونوع اسمه كارسينويد اللينفومة 4 وراها ثلاثة بالمية وراها ثنين بالمية وراها ثنين بالمية اربعة ثلاثة ثنين الكارسينومة ينقسم منه نوعين اللي هو سويتش مثل مقارنة صغيرونا بيناتن على مد سهولة الانتستانال تايب يكون مور كامن بالهاي رسك ويكون ويكون يصيب النا الاعمار اللي اكثر من خمسين سنة والميل تو فيميل راشو تكون 2 تايب يكون عكس هذاني فيكون ويكون بالاعمار اللي هي اقل من خمسين سنة ويتكون المخطط اللي حتنا راح نسعلك كشرح المخطط اللي حتنا راح نسولها كشرح الميوكوزة اللي هي الخلايا اللي موجودة هناك والميزين كامل اللي هي الحشوة اللي موجودة فاحنا الخلايا اكيد هي اكثر عرضة للاصابة بالكانسر الميوكوزال تيومر كتشبيه يعني مو بالضبط بس يعني كأنه هو مثل الحباية اللي يتطلع هاي بالوجه ماكو حبات الشباب فهتش يصير شكل مهرته من الطبون بالإندوسكو بيشوفوها يعني فتشي هتش مثل الدعبولة أو نوديول أو ماس صغيرونة بالميوكوزة هذا اللي بيكم تعرفوها بس على مد نعيدها على سريع خف واحد ناطسها اللي هي الأوتوبسي هي العين اللي يأخذوها ورما يتوفر إنسان البيوبيسي من اسمها بايو معناها ليفينغ اللي تنخذ لمن الإنسان هو عدل سموها بايوبيسي هاي أوتوبسي اس compare those colonic polyps which are seen in 25% to 50% of older persons يعني احنا عدنا البوليبس موجودة بالستامك موجودة بالكولون بس اللي بالكولون مور كمان تقريبا ربع الى نص الباشنت عدهم بوليبس على عكس الجاستريك بوليبس اللي تمثل انه بس أربعة بالألف in the stomach these lesions are most frequently اللي هي أولا الهايبرا بلاستيك بوليبس اللي هي أقلنا 85% الفندقل جلاند بوليبس اللي هي تقريبا 10% والادينامتاس بوليبس اللي هي تقريبا 5% المورفول الجمالتهن الهايبرا بلاستيك بوليبس arise from an exuberant operative response to chronic mucosal damage and hence are composed of a hyperplastic mucosal epithelium and an inflamed edematous citroma they are not a troneoplasm فهي ما بها خربطة النيoplasm الحقيقية تكون انه يجاد هايبرا بلاستيك بالميوكوزة وياها inflammation or edematous citroma الفندقل جلاند بوليبس are small collection of dilated corpus type glands thought to be small hamartoma ما بقعدنا؟ بقعدنا الادينومة هذا هو less common and contain disiplastic epithelium من نقول disiplasium عنها خربطة بالنمو والproliferation من الخلايا فيكون انه troneoplasm gastric carcinoma among the malignant tumors that occur in the stomach carcinoma is the most important and the most common اللي هو 90 إلى 95% احنا اتفقنا انه اي تشو تقريبا lining epithelium ماتة تكون columnar او cuboidal فيكون نتيجة الكارسينومة اللي تصير به هي الادينو كارسينومة next in order of frequency r lymphoma اللي هي 4% والكارسينويد 3% والcitromal tumor اللي هي 2% الابديميولوجي gastric carcinoma is the second leading cause of cancer related death in the world with a widely varying geographic incidence اكثر الدول اللي موجود به gastric carcinoma اللي هم جابان and south korea have the highest incidence 8-9 times higher than in the united states and western europe وبعدين رحنا رفليشها classification gastric cancers show 2 morphologic types called intestinal and diffuse type the intestinal type is thought to arise from gastric mucus cells that have undergone intestinal metablasia in the setting of chronic gastritis اللي يصير عندنا chronic inflammation رح تتحول الى intestinal metablasia وهذا الـ intestinal metablasia رح يتحول لنا بمرور الزمن الى intestinal type carcinoma this pattern of cancer tends to be better differentiated and is more common type in high risk population كان نحجنان بالمخطط الأول the diffuse variant النوع الثاني اللي هو the thought to arise de novo يعني فتشي ينشأ من فتشي جديد from native gastric mucus cell is not associated with the chronic gastritis ما لأي علاقة بالinflammation tend to be poorly differentiated where the intestinal type carcinoma occur primarily after age 50 years old with a 2 to 1 male predominance the diffuse carcinoma occur at an earlier age with female predominance risk factor for gastric carcinoma the intestinal type أول شي اللي هو chronic gastritis with intestinal metablasia يعني من عندنا inflammation chronic ويا يصير عندنا intestinal metablasia فنتوقع ان يصير عندنا intestinal type adenocarcinoma the infection with helicobacter pylori هذا الانفكشن ويا الهيليكوباكتر pylori هو واحد من أسباب اللي يساويين chronic gastritis وهو نرجعنا على النقطة الأولى nitrite derived from nitrate found in food and drinking water and used as a preservative in prepared meats may undergo nitrosation to form nitrosamine and nitrosomite هاي المواد موجودة بال food والdrinking water موجودة أيضا بالمواد الحافظة اللحم diet containing food that may generate nitrates اللي هي smoked food المدخن وال pickled vegetables اللي هي المخللات جامعة الطرشي وصالفها وال excessive salt intake فمن هاي النقطة نعرف انه هو ليش more common in japan and south korea لان هما اغلب الاكل مالتهم هو يكون smoked food decreased intake of fresh vegetables and fruit antioxidant present in these foods ما ينهبت nitrosation الاكل والفواكه اللي ناكلهم كل ما يكونن fresh كل ما يكونن افضل لان هذاني الفواكه تحتوي على مواد يسموها anti-oxidant لاني تاخذنه المواد السامة اللي موجودة بالجسم وتطرحن partial gastroctomy اللي هي العملية مع الشيلون جزء من المعدة وال pernicious anemia داك هسا كان intestinal type هسا نجعله diffused carcinoma هذا يكون risk factor undefined except for a rare inherited mutation of e-cadherine هذا على مواد تحفظوه اللي هو epithelial cell to cell adherine هذا يلزقنه خلية بخلية هو عبارة عن بروتين يلزقنه خلية بخلية مثلا من يصير عندنا inherited mutation معناه راح تنفقد هذا الرابط اللي بيناتهن راح يساوينا change وراح يساوينا بالنهاية يساوينا carcinoma Infection with H. pylori and chronic gastritis are often absent axil intestinal type داك كان السبب ماتهو chronic gastritis while infection with H. pylori etiology and pathogenesis intestinal type adenocarcinoma the predisposing influences are many but their relative importance is changing for example dietary influences have changed in recent years with the increased use of refrigeration worldwide markedly decreasing the need for food preservation by nitrate smoking and salt يعني شنو انتشار الـ refrigeration اللي هي الثلاجات والمجمدات worldwide خلتنا نستغني أو نقلل من الحاجة للfood preservation حفظ الأكل بطريقة nitrate and salt on other hand chronic gastritis associated with H. pylori infection constitute a major risk risk factor for gastric carcinoma the risk is particularly high in individuals with chronic gastritis limited to the gastric pylori and interim gastritis is generally accompanied by severe gastric atrophy and intestinal metapleasia which are ultimately followed by dysplasia and cancer the mechanisms of neoplastic transformation are not entirely clear شلون الصير وشلون يتغير مو كلش واضح chronic inflammation induced by H. pylori may release reactive oxygen species which eventually cause DNA damage leading to an imbalance between cell proliferation and apoptosis particularly in area of tissue repair which is which is which is which is which is ROS reactive oxygen species which is called cell death which is apoptosis which is programmed cell death so these are going to do DNA damage leading to an imbalance between cell proliferation and apoptosis notably individuals with H. pylori associated dodenal ulcers are largely protected from developing gastric cancer لقوا انه اللي يصير عندهم dodenal ulcers نتيجة H. pylori كنون largely protected from developing gastric cancer a diffuse adenocarcinoma the risk factor for this type of cancer remain undefined and the precursor lesions have not been identified مثل ما قلنا قبل شوية انهما مو كلش يعرفون المعلومات الكاملة عن هذا النوع اللي هو diffuse adenocarcinoma mutation in E cadherine which are not detectable in intestinal type cancer هذا موجود present 50% of diffuse cancer المورفولوجي the location of gastric carcinoma within the stomach is as follows توزيع عمالتهم وين يا منطقة اللي يصير بها أكثر شيء ويا منطقة اللي يصير بها أقل pylorus and antrum 50% إلى 60% الكاردية 25% and the remainder in the body and fundus the lesser curvature is involved in about 40% and the greater curvature in 12% only thus a favorite location is the lesser curvature of the antropyloric region though less frequent and ulcerative on the greater curvature is more likely to be malignant rather than benign يعني يعني depth of invasion and the macroscopic growth pattern and the hystereotic subtype the morphologic feature having the greatest impact on the clinical outcome is the depth of invasion من هذين الثلاث نقاط هي أكثر واحدة مهمة التي هي depth of invasion early gastric carcinoma is defined as a lesion confined to the mucosa and submucosa الليارات مالتنا عندنا أكثر من layer فكل ما يكون بالبداية فيكون العبور مالتهم أقل لل layer اللي وراها إذا كانت بس الميوكوزة والسبب ميوكوزة فهذا هو الليجين والأرلي gastric carcinoma regardless of the presence or absence of perigastric lymph node metastasis الادفانس لما تكون النيو بلاسم has extended below the submucosa into the muscular wall and has perhaps spread هاي صورة وتضح النياهن ما لكم علاقة بالستيجات ولا انها هاي شوفونا الليجين مالتهم الوين موجود هاي اللييرات مالتها أول شي لدينا الميوكوزة وراها السبب ميوكوزة وراها اللي هو السيروزة فهذان هن تكون بس بالميوكوزة والسبب ميوكوزة بالادفانس اللي هي تعبرنا من السبب ميوكوزة على المسل وممكن تعبرنا على المكانات الأخرى تعبرنا الوال كله gastric mucosal is the presumed precursor lesion of early gastric من يتحول للميوكوزة صير بي disiplasia فهذا سيصبح early gastric cancer اللي هو بالاستمرار ما تترن الاستمرار may be evident at both the early and advanced stage عدنا ثلاثة ماكرو ماكرو وليس مايكرو. اول نوع اللي هو الاكزوفيتك هذي يصير بي يعني تصير مثل الدعب ولا اول ماس داخل اللومن الاتجاه مالته. النوع الثاني اللي هو فهذا يكون النمو مالتها ينتشر بها داخل الميوكوزة. بدون ما يسوي النوع الثالث اللي هو اللي هو يحفر بيها اللي هو يكون هاي الصورة توضحنا الانواع اللي حجدنا هنه هسه السر الاول اللي هو هذا هو السر الثاني اللي هو بحالة فبالاول هو بس الميوكوزة الميوكوزة هاي الفوق والسبب ميوكوزة. شوفوا ان هذا الاكزوفيتك هذا اللومن مالت الاستمكه هنه اللي منهجها هو الاكسترنال والمالتها. فهاي تكون الاكزوفيتك داخل اللومن وهي الفلات او دبريست وية الميوكوزة ما تعبر انه فوقها يعني ما كفت صعدة اوفت شيء. وهي الاكس كافيتد اللي هي تحفرن بيها. هنانا بحالة تكون انه اكبر من حجمها من الاكسوفيتك وتعبر داخل الوال مالتها توصل انه للمسكولاريس البروبري. عند بيوند. عدنا هنانا شيء اسمه اللايناتس بلاستيكي راح نسالف عنه شوي بعد. هو اكسترين فورم او فلات او دبريست ادفانس غاستر كارسينومة. هذا يعقل انها كلها وتقريبا ما يبين. الا يعني وقت وصل مرحلة يعني كلش ادفانس يبين. هذا يحفر انها حفر كلها. فهاي الصورة هي مال غاستر كارسينومة اللي هي شون ان الديفايند اكس كافيتد سنترل ألسر. سروند باي الرجلر هب تب بوردر. هاي هي شوفون انه شون محفورة حفر هاي داخل و الديفايند ما تقدر تحدد المكانات مع يعني الحافات معلتها وتكون دائر مدائرها. and commonly a broad region of the gastric wall or the entire stomach is extensively infiltrated by malignancy. the rigid and thickened stomach is termed a leather bottle stomach or lyinitis plastica اما نسميها leather bottle او اسم مالتها الاكثر شيوعا اللي هو الترجمات اللاتينية اللي هو lyinitis plastica metastatic carcinoma from the breast and lung may generate a similar picture. as mentioned earlier histologic appearance of gastric carcinoma are best classified into the intestinal type and diffuse type. the intestinal variant is composed of malignant cells forming neoplastic intestinal gland resembling those of colonic adenocarcinoma هذا هو leather bottom اعتقد انه الاغلبية شايفين فيلم الرسالة بمال غزوة بدر من هذا يطلع عليهم القربة يمكن اسمها فهذا هو يصير شكل الاستامك تقريبا احنا نعرف انه normal ما راتنا تكون بها روقي اللي هي هاي التعرجات اللي داخل المعدة فتصير تقريبا smooth صير تشبه هذا البطل the diffuse variant is composed of gastric type mucus cell that generally don't form glands but rather permeate the mucosa and wall as scattered individual signatring cells or small clusters in an infiltrative growth pattern signatrings اللي هو الخاتم مال الخطوب ومال الاجانب احنا نسميه محبس ابو الفص هس شواء ونرويكم الصورة معالته whatever the hystereologic variant all gastric carcinoma eventually penetrate the wall to involve the cirrhosis spread to regional and more distant lymph nodes and metastasize widely معروف انه اي كانسر ما يلقف بالبداية ماته بالearly stage تم العلاج ماته راح يبقى ينمو ويكبر وسوين invasion للول مالت the earliest lymph node metastasize may sometimes involve supra clavicular lymph node خصوصا اللي هي left left supra clavicular lymph node اللي هي سموها virtuous node another somewhat unusual mode of intraperitoneal spread هو بالـ female اللي هو to both the ovaries giving rise to the so called crockenberg tumor هذا هو cygnet ring وهنا تشوفون هذن الخلايا هي تشبهن هذا المحبس أبل فص هذن الخلايا الذني نحن النورمال مالتنا تكون الخلية نيوكليوس مالتها بنصها تقريبا بالـ center فاللي يصير شن هو اللي يصير انه السايتو بلازم يدفع عنه نيوكليوس على الجهة وحدة بدل ما كانت نيوكليوس بالنص فهذا نسموها سيغنة الـ هاي هاي طبعا هنا large يعني positive من الساوي الهي examination راح تشوف انه هي صايرة يعني lymph node يعني دعبولي فهم انت تلقاها قبل انه انت تفكر على سالفة gastric cancer وهي الشي مهم طبعا بالباطنية وبالجراحة ان شاء الله بالسنين الجاية تاخذوها وتنسيلون عليها هواي الكراكمبيرج tumor هذا هو يكون بوث أوفريز ويصير عندنا intraبرتونيال سبريد ونفس الوقت تلقاها بالسطمك فيعني اذا كان الطبيب النسائي وشافت اكو عندنا تيومر بالبوث أوفريز تفكر انه انه اكو gastric cancer ونفس الشي اذا كان الطبيب لقي gastric cancer فيشيك على البوث أوفريز ويشوف اذا كان اكو عندنا intraبرتونيال سبريد او نوت هاي الصورة هي لدي اكزامبل اوف لينايتس بلاستيك ديفيوز انفلترتب غاسترك ادينو كارسيناما وترن دستومك انتو اشرنكن لذر بطل شوفون انه هاي الروقي النورمال اللي كانت التعرجات مالتها تقريبا كلها مختفية و كاش الحجم مالتها يعني شرنكن كيش زغر الحجم مالتها فصارت على شكل اللذر بطل اللي حجينا او رويتكم يا الصورة مالتها بالتستاذات السابقة هذا عدنا نوعين اللي هي الانتستانال تايب والديفيوز تايب الديفيوز تايب بيها السيجنترين كارسينوما الساب اللي هنه هذني هاذا السيتابلازم وهي النيوكتزماتة هاي السيتابلازم وهي النيوكتزماتة هاي السيتابلازم وهي النيوكتزماتة كل من تاشرن الانتستانال تايب demonstrating glan formation by malignant cells which are invading the muscular wall of the stomach هاي الطبقات اللي هي المسلز هاي وهاي الطبقة هنان ها كاشوفون انه صار عدنا infiltration of the انتستانال تايب malignant cells بما أن الحجم مالي للأسطمك كبير ومجاوف وعدها مجال أن يتوسع إذا صار بها في الدتيومر أو في شيء فهنا لا يكون المالتها يكون أسيمتماتيك حتى لا تصل إلى مرحلة كل شيء أدفانس يالله تلقوا فعلى مود أن يمنعون هذه السال فش سووا قاموا يقومون كانت هذه المرضة كانت يقضى على عدد كبير من اليابانيين والكوريين لأننا قلنا أنهم المسكو من عندهم فقاموا يقومون سكرينيج يعني يرحون على البيوت على الأشخاص اللي موجود عندهم هاي رسك مال هذا الدزيز يسولهم اندوسكوب ويبقون يتابعوهم فيلقون الكانسر بالمراحل الأولى ماته ويقدرون يسوله تريتمين بحيث يقضون عليه هو بالأيرلي ستيج قبل ما يتحول إلى أدفانس ستيج قبل ما يرهم لأيتشارة بعدين الأدفانس كارسينومو ماته يصير كبير فيسوين أبدوميال دس كومفورت ويسوين الويت لوس أو يسموه الكاتكسيا في حالة الكارسينومو كما هذه النيو بلاسم يتحطون بسفيجية عندما تكون قوزنا في الكارديا أو في المشابات التاريخية عندما تتحطون في القائل الاتفانة في المنطقة الكارديا القريبة على الأسوفيجي لسيتكا في المشابات التاريخية تفضل الأستمراء في القائل الاتفانيومو The only hope for the cure is early detection and surgical removal because the most important prognostic indicator is the stage of the tumor at the time of resection كل ما كان early stage يكون the prognosis مالكنا أفضل كل ما يتعطل وصير advanced stage يقل عدنا ال prognosis وهنا خلاص البارت الأول من المحاضرة اللي هو الجاسر كتومر شكرا